دكتور يعني زي بمقول كده دايما نتطمع في الخير حالي أكيد احنا أعلى معدل بالضبط لكن مصر تستحق معدلات أكبر من دي بكتير كمان نظرا لكم أنواع السيحة المتنوعة اللي موجودة في مصر إيه الجو وكل العوامل والخصائص الطبيعية اللي ربنا حباها بيها سؤال حضرتك مش للتقليل من هذا الإنجاز ولكن للبناء عليه فيما بعد إيه اللي ينقص مصر عشان تقدر حتى تتخطى هذا الرقم بمعدلات أكبر بكتير وخاصة أن السياحة مش مرتبطة فقط بس بالترويج خاصة أن احنا في عصر السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي يبقى فيه جملة أو مصطلح ريفيوز الأراء لازم التجربة اللي بيجي عيشها السايح لازم تكون من أفضل ما يكون لأنه بيرجع سفير لنا بره في بلده فلازم تكون وكمان تعادل التقدم والتكنولوجيا اللي موجودة في بلد أخرى ممكن تكون معندهش حقيقي ربع الخصائص اللي موجودة في مصر إزاي نقدر نعمل دا ونبني على دا الحقيقة طبعا هي الدولة ماشية بالطريقة السليمة دلوقتي حصل اختلاف كلي في أسليب الدعاية والإعلان والتطوير والتكنولوجيا والتقنيات في أولا المعارض ثانيا على السوشيال ميديا ثلاثا التسويق بقى بشكل يومي ثلاثمائة وخمسة وستين يوم دا مهم تسويق المقاومات اللي عندنا الطاقة الاستعابية حتى الآن في مصر للغرف الفندقية كانت متين وتم تطوير لأن كان حصل دروبات بقى من ساعة خمسة وعشرين يناير وبعدين الكوفيد وقابلها الطيارة الروسية فحصل أن ما فيش رينوفيشن أو تطوير أو عمل تجديدات للفنادة فحصل تأخر برضو في الأعداد دلوقتي احنا عندنا الطاقة الاستعابية ممكن تصل إلى أنه نحقق للسبعتاشر تمنتاشر مليون سائح الطاقة الاستعابية الفندقية التسهيلات موجودة بس عايزين بقى الطاقة الاستعابية للفنادق تصل إلى نص مليون عشان نصل لتلاتين مليون سائح ده التلاتين مليون سائح يعني احنا لما نبص للتسعة الربعتاشر مليون وتسعمية مليون سائح الإحساءات بتقول أن الدخل منهم وصل إلى أربعتاشر مليار وربعمية مليون دولار غير متوسط انفاق السائح خلاص حجوزات وفنادق وطيران إلى آخر احنا محتاجين المرحلة تقديم تسهيلات لازم المايكنا والرقمنا يبقى كله كمبيوتر ما تدخلش الإجراءات بالنسبة للمستثمر مانيول يعني مانيول دي وموظفين ده بأخر حاجات كتيرة خلاص عشان أنجزنا يعني ممكن الحاجة اللي تاخد شهور مانيول تاخد خمس دقيق أونلاين فدي هتسهل الحضور المكسف طبعا استقرار المنطقة مهمة يعني الحرب دي أثار التأثير سالبي اللي بين غزة وإسرائيل فالناس منتظرة منتظر الاستقرار في حجوزات وفي ناس بتيجوا وفصلين مصر عن الكسفة بس برضو مزاي الكسفة اللي كانت موجودة يعني احنا كان عندنا أوفر بوكينج أخذ بالحضرتك فده كله مهم تسهيل الإجراءات كل ما بنمنح حوافز أكتر مع الدعاية بشكل مكسف في بورصة جاية بتاعة برلين من 5 إلى 7 مارس الـ ITBD أكبر بورصة سياحة في العالم في بعدها بورصة في الدباي وكان في بورصة في أسبانيا وحصل حضور وقابلها بورصة في لندن البورصة بمعنى مكان لتجمع كل رجال الأعمال والمستثمرين والدولة وخطوط الطيران مع الآخرين بنقابل بس يعني ممكن تقابلي برضو الناس مثلا بتبقى في المدن الساحلية زي اسكندرية وبرصة عيد وغيره بيقابلوا الرجال الأعمال والشركات بيقابلوا أصحاب أو الممثلين للميديتيرنيان كروز الكبيرة أو دي اللي بتيجي توقف وان دي مثلا وبعدين ينزلوا يعملوا زيارات لسكندرية والقاهرة وكده ويقابلوا المركب في بورص عيد أو تنزل في السفاجة ويروحوا لقص برضو دي بتبقى بتنشط وبيبقى فيه فيه تعاملات وكذا صحيح كل ما كان فيه تسهيلات وتعاملات أكتر وسهولة في الإجراءات والما يكان مع التسويق بشكل مستمر وإحنا مشينا على خطة سليمة هنوصل للأعداد دي وأكتر ترجمة نانسي قنقر